الناس بدي تسأل لأي حد مقبول الناس عم تنغبن بالأسعار بحجة تغير سعر صار في الليرة الناس يعني التجار البعض يقل لك والله اليوم ارتفعت واليوم انخفضت وكذا وبالتالي ضاعت الناس بالنسبة للأسعار في نحن عندنا كتير إجراءات منها مثلا الشكاوى المواطنين الشكاوى المستهلك طيب كعمل مساعد لكم يعني تمام هو مساعد لنا هذا الأمر طبعا هون بيفرض عليكم يعني دور كبير انه الناس ربما خلينا نقول ما احترامنا للجميع قد تكون الثقافة الاقتصادية بشكل عام يقول لك انه خلاص كل شيء مرتبط بالليرة التركية واي شكوى نحن نوصل المستهلكين اخوانا انه اي شكوى عنده مباشر يطرحوا يكونوا عون انه في الموضوع حاليا السلام عليكم تذبذبون في سعر صرف الليرة التركية شاهدناه في الايام الماضية على خلفية الانتخابات التركية وبالطبع سينعكس الامر على الاسعار التي تغيرت هي الاخرى وبالطبع ارتفاعا والسؤال هل انخفضت الاسعار مع عودة الليرة التركية الى وضعها قبل الانتخابات واين دور الرقابة التموينية من هذا الامر استفسارات يجيبنا عنها الاستاذ محمد السليمان المدير العام للتجارة والتموين في وزارة الاقتصاد حياكم الله استاذ محمد يا اهلا وسهلا استاذ محمد موضوعنا اللي بهمنا انه الليرة التركية شهدت انخفاضا بقيمتها وبالتالي الامر انعكس على الداخل المحرر بشكل مباشر من خلال ارتفاع بالاسعار خلال هاي الفترة هاليومين ثلاثة يعني لاحظنا ارتفاع بقفزات خليني سميها بسعر صرف الليرة التركية مديرية التموين اين كانت من هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى صحفي أجمعين بداية نشرح آلية عمل المديري العامل للتجارة والتومين في موضوع ارتفاع وهبوط الاسعار لدينا دائرة الاسعار مهمتها سبر الاسعار بشكل دوري في الاسواق لأي مادة سواء كانت سلع غزائي او مواد غير غزائي ويتم تحليل هذا السبر فان كانت اسعار مقبولة ضمن المقبول الامور تمام لكن قد تكون ارتفاع في سعر المادي مثلا يعني مثلا السمن مثلا ارتفع سعره مباشر يتم تحديد السعر مقترح طبعا مقترح تحديد سعر حساب التكلفة حساب النقل حساب المادي الأولي اذا كان منتج محلي حساب كذا فيتم تصدير او مقترح تسعيره ونقوم الاجراءات البقية فان كان سبب ارتفاع السعر مثلا احتكار نقوم مكافحة الاحتكار ومعاقبة مسبب الاحتكار فان كان سعر مقبول سبب من الأسباب مثل سعر الصرف الليرة مثلا فسعر مقبول تستمر فرق رقابة تموينية بمتابعة السوق ومنع الاحتكار والإعلان عن الأسعار وهذا مقياس نذكره دائما ومقياس انه التاجر او البائع يبيع بمنافسة مشروع طيب استاذ محمد والإعلان أسعار عم تتفضل تقول لحد مقبول الناس بدي تسأل لأي حد مقبول الناس عم تنغبن بالأسعار بحجة تغير سعر صرف الليرة الناس يعني التجار البعض يقل لك والله اليوم ارتفعت واليوم انخفضت وكذا وبالتالي ضاعت الناس بالنسبة للأسعار لأي حد مقبول انت اللي تحددوا هذا الحد المقبول طبعا مثل ما قلت لك تحليل تحليل سبب ارتفاع السعر هو المقياس فنحن مثلا ارتفاع السعر هو الدولار ارتفاع الدولار شفت متما ذكرت قفزة ارتفاع الدولار وصل لبواب 22 وشوي بعدين هبط فهذا الارتفاع قد يكون ارتفاع يعني بسبب السبب هذا فنتعامل معه وتعامل انه ارتفاع مقبول تمام بهالموضوح هذا وخاصة لو نحلل نحن السلع الموجودة عندنا اما تكون مستوردي من بره مستوردي من بره طبعا السلع جاهز الى البيع تكون بالدولار صحيح لكل الدول بالدولار او تكون مادة اولية وطبعا نحن ندعم الانتاج المحلي وتكون مادة اولية كمان بالدولار فتأثيرها اقل من المستورد كامل على سبيل المثال مثلا المنظفات المنظفات مواد اولية من الخارج لكن تأثرها بسعر الصرف وتغير تذبذب الليرة التركية ما بتأثر مثل تأثر مثل السكر مثل السكر مثل الاروز مثل مادة او جاهزة للبيع مستوردي تمام فليس بالضرورة ارتفاع سعر صرف الليرة التركية يودي لارتفاع السلعة سعر السلعة حسب اذا كانت مستوردي يتحكم بها السعر العالمي يعني مثلا لو نشوف كمان سعر مثلا الزيت الزيت النباتي هو في 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 فاض عدت فترة يعني وانتي عم تشغل استاذ محمد عدت فترة بالنسبة للزيت النباتي يعني بس بدك تحكي عن اسعار مرتفعة احكي فورا عن الزيت حاليا كيف وضع لو نشوف المنحنة المنحنة في هبوط يعني كان مثلا بسن الماضي وصل لأبواب 37 ليرة صحيح لو بنا نحكي عن سعر الصرف سعر عالمي هون السبب عالم سبب عالمي ما لديه علاقة بالصرف نعم سعر عالمي فاليوم هو بـ 25 ليرة لتر الزيت النباتي لتر الزيت النباتي بأسواق بأسواق الشمال المحرر بـ 25 ليرة 25 ليرة طيب ما لا علاقة بالصرف اطلاقا ارتفعت الليرة التركية ونزل الزيت السلعة ما لا علاقة حسب سعر السلعة المستوردة تمام يعني ممكن قد يكون مثلا لو بنا نحكي عن سعر الصرف لازم الآن 80 ليرة مثلا لا هي سلعة 25 ليرة تماما هذا الأمر طبعا هون بيفرض عليكم يعني دور كبير أنه الناس ربما خلينا نقول مع احترامنا للجميع قد تكون الثقافة الاقتصادية بشكل عام يقل لك أنه خلاص كل شيء مرتبط بالليرة التركية فالناس ما بتعرف أنه في بعض السلع ما لا علاقة بالليرة التركية أسعارها عالميا خفضت عالميا وبالتالي عنها خفضت كمان فالبعض ربما من التجار يستغل للوضع يقل لك الناس بتعرف أن الزيت غالي فأنا حتى لو نزلت رافع السلعة فهنا بيفرض عليكم دور كبير استاذ محمد أكيد بمراقبة هذا الأمر حصرا عن هذه السلعة أكيد نحن كرقابة تومينية طبعا سعر المثل لازم يكون بالسوق مثل ما هو يعني السعر عند فلان نفس عند فلان نفس عند فلان ما في أنه مثلا محل من المحلات خاصة إذا كانت سلعة معروف يعني سعر عالميا مثل الزيت أو السكر أو الرز نعم تمام فنحن كرقابة تومينية سواء كان باستقبال الشكاوى أنه اشتريت مثلا كيلو السكر من عند فلان 25 وعند فلان 17 ليرة أو 18 ليرة فنحن مباشر نسأل سعر المثل طبعا الأسعار عندنا مثل ما شفت موجودة عندنا نحن ومع ذلك نسأل قد يكون تكلفة النقل شي بسيط يعني تفرق نص ليرة ليرة كازة على الكيلو مثلا ويتم تنظيم ضبط في المخالف طبعا هاي مخالفة أنه أنا أبيع بغير سعر المثل بالسوق فهاي استغلال أو يعني من مبدأ أنه استغلال للمستهلك طيب تمام أستاذ محمد فيه عن ناس تطلع المقياس نحن قبل الموضوع المقياس عندنا هو الإعلان عن السعر إذا تفوت على السوق سوق جوارنا تفوت على السوق المحلات منافسة مشروعة صارت إعلان عن السعر تلاقي سعر الزيت 14 ليرة عروض سعر مثلا دبس البندورة بكذا عروض معلنها بتشوفها من مسافة 5 متار 7 متار الخضار وقف في في سوق الخضار بتطلع كل البسطات وكل المحلات الإعلان عن السعر السعر قانون تمام هذا واجب على كل فعالية أن تعلان السعر سواء كانت غذائي أو خضار أو أي فعالية طبعا هذا باب للمنافسة المعبر مفتوح الاستيراد مفتوح المواد المنتج المحلي موجود فدور المنافسة المشروعة هون بيصير دور المنافسة المشروعة طبعا مو من مصلحة حدا أنه أنا بدي احتكر مادي وارفع السعر إلا في أوقات مثل ما ذكرنا أنه بحال أنه سبل الأسعار رتفع السعر نجيب نحلل إذا كانت احتكار مباشر يتم فتح المستوضعات يتم محاسبة المحتكر يتم بيع السلعة بسعرها العادل يعني هاي الأمور كلتا ناخذها بعين ناته تماما إذن خلينا نقول يعني الناس لحتى هيك تفهم نقطة أنه في سلع نعم ترتبط بالليرة التركية يتم ضبط السعر حسب تغير سعر صرف الليرة لا في سلع مستوردة أسعارها عالمية ممكن ترتفع وما لا علاقة بالليرة التركية وممكن تنخفض كمان وما لا علاقة بالليرة التركية طيب أستاذ محمد برفقتك خلينا نتابع هذا الاستطلاع لكاميرا راديو الثورة حول هذا الموضوع اليوم بعد ارتفاع أسعار تصرف الليرة التركيبة القاونة الأخيرة كيف شفت حركة البيع والشراء في الأسواق كيف شفت الأسعار ارتفعت ضلت مثل ما هي بالنسبة للأسعار كلها تحسنيت كلها ارتفعت بس حركة بيع وشراء ما في حتى أبما تنخفض قيمة الليرة كانت الأسواق ميثي التداول بيع والشراء كانت خفيفة كثير بأسواق طيب مثلا هلأ مثلا على صعيد الأسعار لنفطرد التفاح على سبيل المثال قبل الارتفاع شخط كان مثلا وبعد الارتفاع شخط صار حسيت فيه ارتفاع ملحوظ مثلا حلأ بكل هاي الفواكه تجي من تركيا بأجبار بتعلق مع أسعار الليرة كان قبل أسعار التفاح 10-12 ليرة حلأ صار من 12-15 بعد تدهور العملة التركية طيب هلأ لنفطرد مثلا جماعة التموين لنفطرد شو كان دورا في هذا الأمر التموين عم يجي عم يجي عم طلب الفواتير عم تبرز الأسعار عم تبرز الأسعار والفواتير بس هي البعب للأساس من مصدرها غالي خيال يوم بآخر يومين ارتفع صار صرف الليرة التركية برأيك هالشي أثر اليوم عن أسواق حلأ باتجاه من الخضرة وهيك شغلات ما أثر بس أثر بمواد غزائية عندك اليوم يعني أثر شغلات شغلات اليوم مثلا باتجاه ولا خيال ولا بطاطا ولا هذا كلها ياتوا اليوم مقدور عليه كلها ياتوا بس عندك لسواب اليوم مواد غزائية يعني يعني ألا مثلا أغلى بالخضرات اليوم هي زراعة محلية بتقصد أن جزمة تأثر؟ الحمد لله لا الحمد لله اليوم باتجاه عندك بسبعة ونصف خيار بخمسة ثلاثة بعشرة أربعة بعشرة يعني شيء مقبول أما بس عندك لصواب مواد غزائية مكلة الزيت مكلة السكر مكلة حي الله شيء يعني هلأ الباتجاه هلأ بسبعة ونصف عبتقلي أول ما نزل مش قد لك هكذا؟ أول ما نزل كان بعشرين أول ما نزل لك لك أسعى هلأ هوي مولا قرب يلحيق البلدين فأجبار هذا أش بدين في ذو من النوم طمنا التموين بيكبس عليكم أو لا صحيح؟ لا الحمد لله التموين عم يشتغي الشغلون يعني في كبسون ايه الحمد لله نعني دعي العربيات نشتغي بنو الله من خطع الشغل نصف وراء الحمد لله شيء ينصدر الحام ضل ما يشين الله يرزقك يا رب هلأ طيب اسمه حركة الناس هون البيع الشراء لاحظوا انه في حركة ولا لا؟ والله تعباني اليوم المدخول للمواطن كثير ضعيف كنت علي اليوم لو فيه مدخول المواطن يبياكم بس اليوم كلها تي عبي حق من أقربه عبي يسترخي سيدي ياكم يسترخي ايه شغلتك الطبقة مثلا اليوم انت شريتم شغلتنا مئتين وخمسين ليرة مئتين وخمسين ليرة مع اللحم والمحشي والخضرة وكل كل شيء رأيك انه اسعار يعني السعار المرتفعة هيك ولا ارتفاع الاسعار ما يمرتفع الاسعار كويسي يعني اهو الدولار اسعار مناسبة يعني ما فيه انه ارتفاع مبارغ لا فيه ارتفاع ولا مبالغ اليوم الكيلو الكوسة بثلاث ليرات كيلو البطاطا فيه معاقب أربعة بخمس ليرات كيلو البتنجيب سبع ليرات البندورة بعشرة يعني ما هيشو اسعار الشغل فاضي الخيار بخمسة اشو عمشتيت طب خطك اليوم والاسعار؟ والله هي السعر ما اشترينا يا ابن اخوية يعني لسه ما انصدمت السعر بالاسعار؟ ما انصدمنا بالاسعار البندورة المفعسة بخمس ورقات الي كلنا اخدها بورقة عدمان اول والاخيار بخمسة هو انتاجنا والبطاطا بستة بستة ونص ايشي هذا غالي عن الدرويش حكايتنا المال ومدخول ما في سوق يا ابن اخوية ما في سوق ماذا ما في حركات؟ لا اوين الحركات يا ورقة ونصف الزنجين عبي أخد الكيلو بأربعة ورقات خمسة ورقات الدرويش عبي أخد بورقة ونصف ومصرات ما فيه دخل الإنسان العامي خمسين ورقات طيب هلأ مثلا أنت اليوم جيت شنا ريتها كيف شايف الأسعار؟ خاص لص إنه بآخر كم يوم ارتفع صار صارت الليرة التركية الأسعار كيف ارتفعات انتفعات؟ الأسعار هاي هي موقع لغير المزارع عبي روح بيتعذب صار له ثلاثة شر عم يزرع الاخيار بيجي بنزده هلا بهالموسيم آه بعد رمضان خيوة يمكن لو يقلعوا أهولوا يعني الزبون مع المزارع مع الكلها كلها يعني؟ آه كل العالم يكلتا تمام بالعودة إليك أستاذ محمد يعني تابعنا الاستطلاع حقيقة الناس يعني دائما تربط ارتفاع الأسعار نقطة اللي كنا عم نحكي فيها قبل ما نروح على الاستطلاع إنه ارتفاع الأسعار مرتبط بالليرة التركية لو نرجع نأكد على هاي النقطة أنه ارتفاع الأسعار ليس بالضرورة أن يكون مرتبط كل سلعة تكون مرتبطة بالليرة التركية نعم هو ليس بالضرورة مثل ما شفنا نحنا أنه مثلا سعر الزيت 25 ليرة السن الماضي كان وصل لأبواب 35-37 ليرة مع أنه الصرف الليرة التركية كان 13 ليرة وصار الآن مثلا 21 ليرة فليس بالضرورة أنه يكون تناسب طرده المعادلة معناتها لازم تكون قنينة الزيت اليوم تقريبا مشي 50 ليرة تقريباً على سبيل المثال تقريباً اليوم هي اليوم لأ بـ 24-25 ليرة متل ما تفضلت لكن بالمقابل نحن لا نعطي تبرير أنه مثلا إذا كان الأسعار مرتفعة هذا يعني أنه سعر صرف لا هذا يعني مجرد وصل تقرير لدارة الأسعار أنه ارتفاع سعر غير مقبول مباشر نتدخل إما في سعر المادة أو إجراء أو قرار يمنع هذا الموضوع ما بدي أتوسع زيادة بس أنا بدي أرجع لنقطة الأساسية أستاذ محمد بالنسبة لموضوع تغير سعر صرف الليرة التركية وارتفاع الأسعار معها لاحطك بصورة الشيء اللي عم يصير ما عنده مشكلة الناس إطلاقاً أنه يا أخي تأقلمت مع الوضع أنه من أيام الثورة من انطلاق الثورة لليوم أو خلينا نقول من يوم اللي ارتبطت الشمالي المحرر بالليرة التركية صرنا منعرف على أنه بس ليرة التركية تغير سعر صرفها صرفي عندنا تغير بالأسعار الناس ما يزعلاني على هاي النقطة المشكلة عم تصير وقتاً لأنه الليرة التركية طلعت طلعت معها الأسعار المشكلة عم تصير وقت اللي أنه نزلت الليرة التركية بعض الأسعار عم تظلمت الماهية ما عم تنزل أبدا فأنتو دوركم هون وين يعني ليش مع أنه مثلا ترجع السلعة مثل ما كانت وبيحكي عن المواد الأساسية السكر الزيت هذا أمر آخر عم نقول سلعة عالمية ما العلاقة بسعر صرف الليرة السكر الرز بعض الأسعار الخضروات السمن وغيرها من المواد الأخرى فأنتو دوركم ليش هالأمر ما بينضبط مثلا عقوبات تكون صارمة بحق كل من يخالف الواضع عم يقول لك يا أخي والله عم تخالف وربما مخالفة شكلية 200-300 ليرة ليس بالتحديد أنا أضع رقم هكذا وبالتالي قل لك التاجر خلص يقول لك خالفوني هالمرة ما عاد في عين علي فأنا خلص بتصرف فيها كيف ما بدي ليش ما عم يكون فيه تصرف حازم الناس عم تضايق كتير من هذا الموضوع فأنا كلما بدأ تصير أزمة الانتخابات ربما الجولة الثانية رح تصير وبالتالي كمان رح ترجع يصير في بلبل بالنسبة لأسعار الصرف طيب ليش نحن دائما نحن عايشين هاي الأزمة حقيقة نحن لو نذكر موضوع أنه ارتفع سعر الليرة التركية لكن عندما هبط السعر الصرف ما هبط السلعة معه فيه نحن عندنا كتير إجراءات منها مثلا الشكاوى المواطنين شكاوى المستهلك طيب كعمل مساعد لكم يعني تمام هو مساعد أنه مجرد قدم شكوى أنه أنا رح تشتريت بالمحل الفلاني سعر كيلو سكر ذكرتها خمسة عشرين ليرة مثلا ثلاثين ليرة وليقول اتنين وعشرين ليرة بحجة تغير سعر الصرف بحجة تغير سعر الصرف نحن منشوف سعر المثل ونشوف سبر الأسعار ونشوف التكلفة ونشوف المورها هاي كانت مقبولة كسعر اتنين وعشرين مثلا مقبولة طبعا أنه مو مقبولة لأنه سعر الآن بطمانتاش فناخد إجرانه مباشر موجودة وإذا لو جاي معي كتير شكاوى في إحصائيات لهذه الفترة أسبوع الانتخابات أنا برجع بكرر ما في شكوى من المستهلكين وردتنا إلا تم معالجته طبعا الشاكل في شيء محدد بخصوص شو مثلا أكتر شيء مثلا اكتر السلام مثلا ارتفاع السعر مثلا ضربنا مثال السكر في المحل الفلاني عن السعر العادي مثلا اللي هو 17-18 ليارة 18.5 حسب سعر الصرف فنحن مباشر نتوجه لونيك وتم تنظيم ضبط إذا كان مخالف طبعا نحن يعني حماية للمستهلك لكن إذا كان السعر مقبول نشجع على التجارة يعني ما بدنا نحن نضغط هين أحد يتشجعون يعني مثلا المعبر مفتوح التجارة مفتوحة التجار موجودين السلعب تدخل فيه هامش ربح مقبول تمام الأمور لكن في حال شجعون على المنافسة المنافسة الشريفة تماما تمام المنافسة الشريفة لأنه فيه منافسة غير شريفة منافسة غير شريفة أنا دخلت كميات كبيرة من مادة مثلا وسكرت مستودعاتي ووقت الحاجة للناس إلها وهون نحن مباشر نتدخل وصارت ظروف قديمة وعلى موجودة في الإعلام دخلنا على المستودعات وفتحنا المستودعات وتنبيحة على السعر العادل وتنضي ضغط بحق المخالف وحالة للجنة طبعا هذا الإجراء يحتاج يعني هذه المخالفة تحتاج هذا الإجراء لكن طالما المنافسة المشروعة موجودة منافسة مقبولة طبعا منافسة مقبولة لصالح المستهلك لصالح لصالح ضده يعني أنا ما في نوع من منافسة من عادة الأرفع أكيد أكيد سعر أكيد لا هي منافسة شريفة لتنزيل السعر تماما يعني مثلا فلان من الناس يبيع كيلو السكر بسبتعاش وتعرف أنت بالقرى أو في المدن أو كذا محل فلاني سعر السكر بسبتعاش يزيد الطلب عليه فهذا يفتح باب المنافسة بسبتعاش ربحان قد يكون برأس المال قد يكون بزيادة بسيطة نعم تماما بالضبط لكن نحن بشكل عام في موضوع مثل ما قلت لك فيها مش ربح مقبول لكن بمجرد ارتفع عن هذا الهامش نحن متدخل مباشر بها الموضوع هذا وأي شكوى نحن نوصل المستهلكين أخواننا أنه أي شكوى عنده مباشر يطرحوا يكونوا عون أنه في الموضوع هذا يعني حتى اللي بيقدم الشكوى يراجعنا على المديري العام بسجارة التومين أو أي فرع من أفرحها أنه شكوتيك أنا قدمتها وشي صارف الموضوع نحل ولا ما نحل شكوتي كانت محقة ولا ما محقة فمجرد أنه راجع المديري للعمل أو فرع من أفرحها عندي أنا مشكلة كذا كذا كان عندي مثلا ارتفاع في السعر شكوتي محقة ولا ما محقة الإجراء اللي كان منفذ نحن جاهزين بأي وقت لأنه مراجعة جاهزين ناخد شكاوى خطية يعني لو أذكر لك الأحصائيات الشكاوى الخطية الشكاوى الهاتفية الرابط الكتروني للشكاوى جميع الشكاوى عودي جد جميعها وانا يعني مستعد يعني لكل عرض كل الأوراق الموجودة عندنا وأي شكوى الآن تنطرح أو تنذكر أو يقدم أي شكوى مستعدين لمعالجة مباشرة طبعا بمجال تكون شكوى محقة تماما طيب أستاذ محمد بنهاية هذا اللقاء كلمات ممكن نوجهها لأخوتني المستميم بما يتعلق بموضوع الاستهلاك يعني اليوم نحن أمام واقع عايشينه أنا كمستهلك كيف لازم أتعامل يعني ربما بنصائح بكلمات معدودة نحن بشكل عام ذكرنا خلال رمضان اللقاء السابق الاستهلاك المنضبط والاستهلاك ثقافة الاستهلاك تكون عند المستهلكين مجرد في محل مستغل أنا ما بشتري reconcile عنده قدم شكوى برابط بإتصال هاتفي بكذا بالمقابل بروح على صاحب الفعالي اللي بيعه سمح اللي بيعه رخيص يعني أنا مخير بين حق الاختيار المستهلكين حق الاختيار المستهلك أنا بقدر اشتري من هاي الفعالي بقدر اشتري يعني مثل ما قلت لك السوق مثلا الخضار موجود تسعيرات كاملة للمحلات من بعد 20 متر بتشوف التسعيرات فأنت مخير تروح تشوف السلعة اللي بدك إياها وبسعر أرخص فثقافة الاستهلاء تكون يعني عند المستهلكين موجودة وهذا بيساعدنا في عملنا بشكل كبير كتير إن شاء الله عسى إن شاء الله بهاي الفترة وبقادم الأيام يتم ضبط الأمر أكثر وأكثر إن شاء الله بدي أشكرك أستاذ محمد سليمان المدير العام للتجارة والتموين بوزارة الاقتصاد على هذا اللقاء بارك الله بكم أشكر لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة انتظرونا في حلقات قادمة حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته